أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابتة بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا لبراطا مولا حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا مشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وما شهدته من تفعيل أليات التعاون المشترك في مختلف المجالات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية سميا حسن من جانبها نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من رئيسة تنزانيا تضمنت الإعراب عن تقدير بلادها الكبير لعلاقتها التاريخية العميقة مع مصر والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأتر التعاون بين الجانبين والمشترك في القطاع